شاهدين الكرام أهلا بكم من جديد أعلن البيت العبيض أن المسؤولين الأمريكيين بريت مكورك وآموس هوكشتاين سيزوران إسرائيل الخميس وفي هذا السياق ينضم إلينا في استوديو الجزيرة مباشر سيد شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات سيد شفيق حييك ودعني أبدأ من هذا الخبر للحقيقة لأن هناك أحاديث كثيرة تقال حول هذه الزيارة للمبعوثين الأمريكيين للمنطقة وخصوصا للبنان البعض يقول أنهم بالفعل لديهم طرح ورؤية لربما حتى بنيمين تنياهو موافق عليها من حيث المبدأ والبعض ذهب لما هو أبعد من ذلك القناة الثانية عشر الإسرائيلية بالأمس قالت أنها من الممكن أن تتوقف هذه الحرب على لبنان على الأقل في غضون أسبوعين على الأكثر من وجهة نظرك كيف نقرأ هذه التصريحات وهذه التحركات أيضا؟ القراءة المباشرة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيقاف هذه الحرب وإذا استطاع بايدن أن يوقف الحرب ولو بهدنة قبيل الانتخابات الأمريكية فبإمكانه الاستفادة منها للانتخابات للحزب الديمقراطي بالذات لكاميلا هاريس وأيضا بإمكانه أن يقول بأنه هو في عهده استطاع كما أنه قال بأنه حقق لإسرائيل أهداف ودعمها يستطيع أن يقول بأنه أيضا ساهم في إيقاف الحرب ولكن هذه الرواية تنقصها الكثير من التطقيق بسبب غزة لأننا رأينا مثل هذه المواعيد في غزة ووجدنا مماطلة من نتنياهو وحول التفاوض إلى تكتيك جزء من تكتيكات الحرب وهذا هو ربما الذي أضف الكثير من الحذر لدى سواء المحللين أو حتى للرؤساء للوسطة وأيضا لدى المعنيين بإيقاف الحرب وحتى لدى حزب الله نفسه أنا أعتقد بأنه هو في نفس الجو وكلمة نعيم قاسم كانت تعكس هذا الجو أن إذا كنتم تريدون واقف إطلاق النار نحن جاهزون ورئيس بر أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني قال نحن أعطينا الجواب أصلا والمطلوب من نتنياهو أو من إسرائيل أن تقول الجواب وطلب من هوكشتاين أن لا يأتي إلى لبنان إلا ومعه جواب وإذا لم يكن معه جواب نحن لا نملك شيئا آخر كي نقوله أداء حزب الله خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية الأداء الذي يبدو أنه في قدر من الصمود قدر من إلحاق الأذى بالاحتلال الإسرائيلية على الأرض ومن خلال الجو المسيرات ورشقات الصاروخية هل يقوم موقفه في ناحية التفاوض؟ وهل يجبر إسرائيل بشكل أو بآخر أن توقف هذا النزيف وتذهب إلى عملية التفاوض مع الحزب بشكل أو بآخر؟ أم ماذا؟ هناك ثلاث صور وتعطينا عدة قراءات ولكنها بالجملة تنتهي ربما إلى ما تفضلت إليه هناك صورة أن إسرائيل تقدمت خاصة في اليومين للأخيرين إلى قرية لخيام ويريد أن يثبت الجيش الإسرائيلي أن يده عليا وربما أيضا في سياق الحديث عن مفاوضات وعن وقف طلاق النار سيكون لصالح إسرائيل لأنه من البداية الخطة الأولى هو أن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب وكما يقول بحسب روايته تطهير الحدود وأيضا يريد أن يكسب أرضا أثناء التفاوض كي يستطيع أن يفرض إيجندته إلا أن هناك صورتان أيضا بالمقابل صورة العمليات العسكرية التي قام بها أيضا حزب الله في الأسبوع الأخير والتي أوقعت خسائر كبيرة في إسرائيل حتى اليوم الحديث عن عشر جرحى وضباط في يوم واحد وفي الأيام السابقة أيضا حوالي ربما 14 و15 وأيضا ضمنها نعيم قاسم بكلمته عندما تحدث عن نسبة ثلاث قتلى في اليوم بغض النظر إذا كانت دقيقة جدا وليست دقيقة ولكن حقيقة في الأسبوعين الأخيرين على الأقل نستطيع أن نقول أن هناك خسائر وقعت والصورة الثالثة هي صورة نعيم قاسم بظهوره الذي أراد أن يقول بأن حزب الله عدوى على الأقل تماسك ويملك الآن زمام المبادرة على الأقل في الجانب العسكري في طرحة آخر يقول أن هذه فرصة لإسرائيل لربما لن تأتي مرة أخرى بالانتهاء تماما من حماس في قطاع غزة وحتى تحويل القطاع إلى مكان يستحال العيش فيه وبالتالي يبني كل ما يريده وأيضا هي فرصة لربما لا تأتي مرة أخرى للانتهاء تماما من حزب الله ومن قوته حتى لو كانت الخسائر كبيرة ما بين فكرة النزيف الإسرائيلي والتفاوض وما بين الفرصة الصانحة للانتهاء من حزب الله على الأقل كيف ترى أنت المشهد؟ هناك فورة كبيرة بين غزة وبين لبنان حتى لو ندخل في التفاصيل بالمبدأ في غزة بإمكانه في شمال غزة بمعنى من الناحية النظرية أن يجعل غزة غير قابلة للعيش ولكن من الناحية العملية لازال هناك مقاومة وتحتاج إلى وقت طويل من جهة اللبنانية الأمر معاكس تماما لأن احتلال إسرائيل لو لمتر واحد من الأراضي اللبنانية سيكون لصالح حزب الله سواء كان من هو مع حزب الله أو ضد حزب الله يعرف هذه الحقيقة لأن احتلال إسرائيل لقطعة من الأرض اللبنانية هي مبرر لاستمرار المقاومة وهي أيضا مبرر لاستمرار هذا الحلف الكبير وهو أيضا مبرر إلى حد أنه قد يدفع من هم أنصار المقاومة إلى المطالبة بالدفاع عن السلاح لأن السلاح لا تزال له وظيفة ومنذ حتى بداية اتفاق الطائف إلى الآن لا زال موضوع السلاح ومبرراته هي وهذا يزيد من مبررات احتفاظ حزب الله بسلاحي وبأهميته وأكثر من ذلك حتى الطائفة الشيعية يعني لو أردنا أن نتكلم لو للأسف بكلام مذهبي هناك من يريد أن يقنع الشيعة بالتخلي عن حزب الله وعن السلاح فمجرد أن تحتل أرض الجنوب كيف سيقتنع معك الشيعة وهو الخزان الأساسي لحزب الله ومركز الكثافة هو في الجنوب كيف سيقتنعون معك بأن عليهم أن يتخلوا عن حزب الله وعن السلاح لكن طرح في سؤال الله يتعلق فقط بفكرة الاجتياح إعادة الاحتلال الجنوب من قبل إسرائيل لكن فكرة استنزاف الحزب لأطول فترة ممكنة والحق قدر كبير من الخسارة بما تجعله على الأقل لا يستطيع أن يواجه إسرائيل بهذه القوى التي نراها الآن بعيدا عن السيناريوهات العسكرية بإمكاننا أن نجيب حتى سياسيا لأن التجربة مع إسرائيل أنها لم تدخل من قبل حرب طويلة وهناك نزيف وهذا النزيف الآن موجود في الإعلام الإسرائيل والحديث عنه وربما فقط في اليومين الأخيرين الحديث عن جيل كامل في المعارضة الإسرائيلية تتحدث عن جيل كامل في إسرائيل أنه قد تعرض للضرر وأنه سيدمر وما إلى ذلك لا المقاومة في لبنان تملك القدرة على تجديد نفسها لسببين أساسيين سبب الأول أن لديها قدرة بشرية جيدة الثاني أن لديها عمق دولة عمق هي إيران فالمسألة ربما قد تتحول إلى أقليمية والاستنزاف أكبر وهناك سيناريوهات ربما الآن لم تطرح بشكل جدي بمعنى وجود جبهة أكثر تعددية في جنوب لبنان يعني بمعنى أن يكون هناك حتى غير لبنانيين فيها نحن لا نعرف إلى أين تذهب بالطبع ربما هذا الطرح الآن يبدو غير منطقي بهذه اللحظة ولكن إذا ذهبت الحرب إلى أماكن أيضا غير منطقية والخوف مما جرى في غزة سنجد بأن هناك استماتة واستخدام وسائل أكثر مما نراها وأساليب تختلف عن كل ما رأينا إدارة بايدن لم توقف الحرب أي أن كانت الأسباب على غزة أيضا لم توقف الحرب حتى الآن على لبنان البعض يقول أنها يعني ما بقي لهذه الإدارة من أيام يجعلها لن تستطيع أن توقف الحرب فيما هو قادم وبالتالي الذي سيوقف هذه الحرب أو تلك غزة أو لبنان هي الإدارة القادمة سواء كانت إدارة هاريس للديمقراطيين أو إدارة ترامب للجمهوريين الطرح دقيق أم لا؟ هو الطرح دقيق جدا باعتبار أنه أحد العوامل لأن الانتخابات الأمريكية بالنسبة لأي رئيس أمريكي عندما يأتي لديه برنامج أهم من موضوع الشرق الأوسط ودائما تطرح مثل هذه القضايا التي لها علاقة بموضوع الصين والتوجه نحو آسيا والتي لها علاقة بالاقتصاد التي لها علاقة أيضا بعد دخولية المتحدة الأمريكية بحروب والتي لها علاقة بأوكرانيا يعني ممكن نوضع ملفات كثيرة إنما المخيف هو كم تملك بمعنى كم يملك إسرائيل من النفوذ وكم يوجد من المخططات الأمريكية الموضوع على الطاولة لتنفيذها في الشرق الأوسط هذه ربما تثير قلق بعض الأطراف وتجعل هناك شيء من الحذر عند مقاربة هذا الموضوع ربما الذي يعطي الانطباع الأكبر بأن كل الرؤساء الأمريكيين يريدون إنهاء الحرب هو حديث عن التطبيع وأن المكافأة ستكون بطبيع واستمالة دول عربية وتحقيق إنجاز أكبر من الحرب ربما يكون هذا هو الدافع الأكبر والأكثر أهمية أريد أن أعود لحزب الله ومستقبل الحزب ليس فقط في إطار الحرب المشنة على الحزب الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلى لبنان ككل لكن مستقبل الحزب هذا الحزب الذي فقد الكثير من قياداته وعلى رأسه من سيد حسن نصر الله وضرب ضربات قوية ويواجه ضغوط داخلية أعتقد أنها مؤثرة عليه في داخل لبنان وبالطبع في خارج لبنان هل الحزب بات مستقبله خلفه أما زال للحزب مستقبل يعني على الأقل على الساحة اللبنانية عندما نتحدث عن حزب الله بكل تحولاته بالطبع لا زال المستقبل أمامه ولكن عندما نتحدث عن حزب الله كما كان سابقا أكيد هو أصبح وراءه هذا يقيني لأن حزب الله في عهد سيد نصر الله تحول إلى قوة إقليمية وقوة إقليمية هائلة وأيضا أصبح أحد أهم الفواعل في داخل الوضع اللبناني وأصبحت في عهدها الطائفة الشيعية أنها تمارس ليس فيتو حتى أكثر من ذلك أصبحت هي التي تصنع السياسة في لبنان إلى حد بعيد الآن الوضع أكيد تغير وحزب الله أنا متأكد أنه يعيد حتى من كلمة نعيم قاسم إذا أردنا أن نبدأ منها هي تعيد تأسيس ثاني للحزب وإعادة التوجيه نحوها خاصة في موضوع المقاومة والتصويب أن حزب الله بالدرجة الأولى هو مقاومة وأن القضايا السياسية الأخرى يمكن مقاربتها من زوايا أخرى ما رأك أن تبقى معي قليل سنذهب لجانب آخر سأعود إليك سيد شفيق مرة أخرى سنذهب لجانب آخر سنذهب لجانب آخر